موسيقى السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته عزائينا المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين انعقاد الجلسة العامة الأخيرة للدولة الأولى غير الاعتيادية اجتماع عمل حول إعادة استئناف النشاط الجوي وعلى السعيد الدولي الفيضانات تحاصر أكثر من مليون غرويين في بكادش تلكم كانت مقدمة النشرة ولكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي أهلا بكم برئاسة رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد علي حمد عقدت الجمعية يوم أمس الأربعة الجلسة العامة الأخيرة للدولة الأولى غير الاعتيادية للبرلمان بحضور دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل المحمد وبعض أعضاء الحكومة وكان في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة سبع مشاريع قانونية تتمثل في كل من مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مثاق منظمة التعاون التعليمي ومشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام التشريع الخاص بالإجراءات المدنية ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع الاستجابة لفيروس كورونا ومشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل مشروع محطة التوليد الكهرباء في ديميرجوب ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل ميسر لمشروع وضع السياسات والإدارة الاقتصادية والتنمية الإحصائية ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تنويل يسر بشأن الاستجابة الطارئة لمكافحة الجرد ومشروع قانون متعلق بموازنة الدولة للسنة المالية الحالية لعام 2020 وقبل المناقشة المستفيدة حول المشاريع قام عزم النواب البرمان بتوجيه الأسئلة لرئيس الوزراء وعضاء الحكومة المعنيين في الجلسة حول موادع تتعلق بهذه المشاريع وتلقوا ردودا وافية من رئيس الوزراء وعضاء الحكومة على الأسئلة التي طرحها وفي خيتام هذه الجلسة تمت المصادقة على مشاريع القوانين المذكورة آنفا في هذا الموضوع هذا وأجاب دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد على تساؤلات بعد النواب بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة للتصدي لجائحة كورونا هناك أسئلة مطروحة من النواب بشأن إنشاء محافظات فرعية في المناطق الداخلية ولردها على هذه الأسئلة نشير إلى أن هذه القطية تمت إثارتها خلال الجولة الأخيرة لرئيس الجمهورية وهو كان قد وعد سكان الأقاليم بإنشاء هذه المحافظات الفرعية ومن ثم أزدر الرئيس توجيهات بهذا السدد ومن النقاط الأخرى التي تمت إثارتها من قبل أعطاء مجلس النواب وقالبيتهم من الشباب وأقلبهم من تكتل إيم بي تمت الإجابة عليها من أعطاء الحكومة السيد رئيس البرلمان أود أن أقتنم هذه الفرصة للتقديم الشكر والامتنان لسادة النواب على مشاركتهم الفعالة في هذه الدورة حيث أعطوا الأولوية للمصالح العليا للأمة كونوا على علم أيها السادة بأن المشاريع الموجهة إليكم تكتسي أهمية كبرى للبلد ولا سيما الصندوق السيادي وغيره وفيما يتعلق بكوفيد 19 والذي أثر بشكل كبير على العالم برمته تلقيتم الشرحة والتوضيحات اللازمة من وزيري الاقتصاد والميزانية وقد تم إيلاء الأهمية اللازمة بسحة السكان مهما كلف ذلك من ثمن وهنا نشيد بالأطباء الذين بذلوا كل الجهود لمعالجة مرضى كوفيد 19 وفي كلمة له في ختام هذه المناصبة رحبا رئيس مجلس النواب سيد محمد علي حمد بالنتائج التي تحققت في نهاية هذه الدورة الثالثة غير الاعتيادية نتابع مع زميل فيصل أحمد الأزهري إن التقييم الذي أجري لجميع الأعمال المنجزة خلال هذه الفترة من قبل أعضاء الحكومة والبرلمانيين يدل بلا شك على الجدية التي اتسم بها عملنا في اجتماعات اللجان وفي الجلسات العامة وأؤكد على امتناني العميق لرئيس الوزراء لالتزامه ومشاركته الشخصية في هذه الجلسة والتي ساهمت في رفع جودة المناقشات في جلسة البرلمان كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء الحكومة لمشاركتهم وحضورهم في اجتماعات اللجان ولمناقشتهم للمشاريع التي تخصهم بهدف التصليط الضوء على النصوص والمشاريع القانونية التي تم عرضها بشكل أفضل في الجلسات العامة بغية تغديم ردود على أسئلة البرلمانيين وأمل أن يصل جميع الأعضاء والزملاء المحترمين امتناني للعمل والإنتاج الرائع الذي قمنا به معا بروح الأسرة البرلمانية ولجميع الأنشطة الأخرى التي تم إنجازها طوال هذه الجلسة كما أود أن أعرب عن شكري للموظفين الإداريين في مؤسستنا على إنجازهم معنا أعمالا جسيمة إلى جانب البرلمانيين وأحثهم على المثابرة مرارا وتكرارا في هذا الاتجاه لتحسين العمل البرلماني باستمرار وأخيرا اسمحوا لي أن أشكر الأصدقاء الصحفيين الذين كانوا معنا خلال هذه الاجتماعات مثل منتصبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني وجريدة الأمة وغيرها من الصحف الإغليمية العاملة في بلدنا لقيامها بالتغذية على هذه الوقائع وأود أن أجدد لكم جميعا الحاضرين هنا بالنيابة عن جميع أعضاء المكتب وبالأصالة عن نفسي خالص شكري وبذلك أعلن اختتام أعمال الدورة العادية الأولى لعام 2020 للهيئة التشريعية الثامنة برئاسة المدير العام لسلطة الطيران المدني بالإنابة سيد داود علي عبد العقيدا يوم أمس الأربعاء اجتماع عام ألين حول خطة عادة استئناف النشاط الجوي لسلطة الطيران المدني وصول تفعيله وتعزيزه وكذلك التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كوفي 19 وذلك في مبنى الهيئة في مطار جيوت الدولي وشارك في هذا الاجتماع المذكور مذراء أقصى مؤسسة الطيران المدني وممثلون خطوط الجوية المختلفة مثال الخطوط الجوية القطرية والتركية والإثيوبية والفرنسية إضافة إلى الكينية ويأتي هذا الاجتماع عقب المرسوم الرئاسي بشأن الرفع الجزئي عن إقلاق الحدود وضرورة أقضي تدابير وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا هذا وركزت المناقشات قلال هذا الاجتماع حول إعاية استئناف النشاط الجوي والصول للكفيرة لمنع انتشار تفشي وتفشي فيروس كورونا في البلاد واتفق المشاركون على وضع دليل يحدد جميع تدابير السحية الإزامية في مطار جيوت الدولي عند المغادرة والوصول والذي سيتم إرساله إلى شركات الطيران المحلية والدولية وفي كلمة افتتاحية تطلق المدير العام لهيئة الطيران المدني بالإنابة سيد أود علي عبدو إلى أهمية هذا الاجتماع وتوصياته في مجال الحماية من تفشي فيروس كورونا من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية حيث ضربت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية مناطق في جنوب آسيا يسكنها قرابة أربعة ملايين شخص وفق ما أعلن مسؤولون مؤكدين أن الثلثة بنغلاديشة غارق بمياه الأمطار الأكثر غزارة في عقده فلنطبع ضربت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية مناطق في جنوب آسيا يسكنها قرابة أربعة ملايين الشخص وفق ما أعلن المسؤولون اليوم أمثي الثلثة مؤكدين أن الثلث بنغلاديش غارق بمياه الأمطار أكثر غزارة في عقد وقال المسؤولون في مركز رسل فيضانات بنغلاديش عرف زمان هذا سيكون أسوأ فيضان في عقد وتسببت الأمدار غزيرة وتسببت الأمدار غزيرة بفيضان نهرين الرئيسين فيها ملايا بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية وقال عرف زمان إن نحو الثلث بنغلاديش المعرض للفيضانات لكون جغرافيته على شكل دلتة تعبر مئات الأنهار غارق بمياه فيما تضرر 1.5 مليون شخص على الأقل إضافة إلى غرق منازل وضرق ويحاول معدى مقارويين البقاء قرب منازلهم التي اجتاحتها فيضانات لكن نحو 15 ألف منهم فروا من مناطق تضررت بشدة وفق مسؤولين بينما تشير توقعات الإرساد للأيام العشرة المقبلة إلى ارتفاع منصوب المياه حذر أحد المسؤولين من أنه إذا فاض مزيد من الأنهر عن ضفافها فإن نحو 40% من مساحة البلاد ستغرق بمياه الفيضانات نهاية نشراتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم قدمناها لكم من تلفزيون الجوتي نشكركم على حسن الإصلاة والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة